السلام عليكم. نتمنى تكونوا بأحسن أحوان وبصحة جيدة اليوم نقترح لكم بيتزا وقت البرد هذا ضروري من العشاء بيتزا سهلا مهلا ومكونات متوفرة عندك في الدار نزول مقادر وطريقة تحضير واول حاجة نضع بها العجين في قصرية أو بول دي العجانة نضيف الزعتر توم بودرة زيت الزيتون القليل من الملح وكمية الماء للعجن هنا العجين يكون مليين يعني يكون مطلق مزيان ما يكونش قاصح كان عجنوها مزيان مزيان انها تلصقنا في دنا نضيف القليل من الزيت ونجمع العجين دينا نغطيها ونخليها ترتاح مباشرة من بعد ما ترتاح نكون هنا ذهن طلاطة القليل من الزيت وكن نسرحها بهالطريقة هذي نبط من غيل هوا وكن نسرحها في اللاطة من اللي نسرح في اللاطة نقبل فورشيت وكن نوضعها جانبا هنا قطعت الجبن دي الموزاريلا بالنسبة للحشوة ما غنطيب تشي حاجة كل شي غدي نوضعه ديك ساعة غدي نوضع جبن الموزاريلا كطبقة اولى كنضيف طونة او اي حاجة توفرت عندكم كنضيف الفلفلة خضرة مقطع جوانح البصلاح تهي جوانح وكنضيف القليل من زيت المنسم او زيت الزيتون المنسم بالاعشاب المنسمة اللي هي عبارة على ورق الغار ابزار القليل من الشونية او السودانية شوية القصبار شوية الربيع والزعتر يعني فيه التون بودرة البصل بودرة فيه جميع الاعشاب المنسمة اللي تتعطيل هاد الزيت واحد النكهة ثانية والا من بعد ما كنضيف زيت الزيتون غد نضيف سلسل طماطم هي هنه غدي يكون بيزاق اني در سلسل طماطم في الاخر كتجي رائع كتجي روعة وكتجي كيتخلطوا نكهات خصوصا ملي كي يكون الجبن كي يسيح في الاسفل مع الخضر مع سلسل طماطم من فوق وعادة غنديرو الجبن المتزرلة من الفوق يعني هنا مني كيتخلطوا هادك النكهات كتعطينا الا واحد المداق ما اروها ما يكون فلا من بعد ما ضفت سلسل طماطم غدي نضيف الجبن كطبقة اخيرة ومباشرة كندخلها للفرن بالنسبة للفرن ديالبيتزا ضروري يكون فرن عالي على درجة ميتين وعشرين درجة حرارية ما كنطيبوش الكيكا باش غدينها بطوق ملا تومبراتور ديال ديال الفرن ولكن كنطيبو البيتزا تبغي السخونية بزاف لذا دخلوها على درجة الحرارة ميتين وعشرين او ربعمية بالنسبة للناس اللي عندهم الفرانيت ولم بعد ما كندخل الفرن وتطيب نخرجها من الفرن كنضيف لها القليل من الاضافات اللي هما الزيت المنسم بالاعشاب كنضيف لها القليل من الزعتر أو ثلاث وفر عندكم دوكليزي بيس إيطاليان كنضيف لها القليل من الشونية والتون بودرة وتنقدمها فعلا كتجي رائع وحتى الرائحة يا سلام وهنا الفيديو ديالنا تيتسالة تنتمينا الفيديو ديالنا اليوم يعجبكم وإلى عجبكم مالاش الله تشاركوه مع أحبابكم وصحابكم فضلا وليس أمرا ما تنسوناش من التعليق ومن اللايك ديالكم دمتم في رعاية الله للملتقى إن شاء الله